السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا صغاري كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا دوما بأفضل حال أنا المعلمة رناد عبد الرحمن الطائمي وزميلتي يسرى سننطلق سويا في رحلة ممتعة لنبحر في مادة لغتي ونتعلم القراءة بشكل صحيح أيضا الكتابة بخط جميل أيضا التحدث بطلاقة والاستماع والإنصات هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا ننطلق الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثالث المادة لغتي موضوع الدرس التراكيب اللغوية أستخدم وأحول دائما أبدا يا صغاري خير بداية نبدأها في أي عمل نقوم به هي اسم الله بسم الله الرحمن الرحيم هنا يا صغاري غلاف المادة يا ترى غلاف مادة ماذا؟ أحسنتم غلاف مادة لغتي للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثالث وهنا يا صغاري غلاف الوحدة يا ترى ما رقم وحدتنا؟ أحسنتم رقمها سبعة إذن الوحدة السابعة وعنوان الوحدة؟ أحسنتم من علماء المسلمين ومجالها؟ مجالها علمين أنها تتحدث عن علماء المسلمين إذن الوحدة السابعة بعنوان من علماء المسلمين ومجالها علمي قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أيضا صغاري الرائعين والمبدعين تعرفنا على بعض العلماء هنا أحسنتم أمير الأطباء أبو بكر الرازي وهنا أبو الكيميا جابر بن حيان أحسنتم يا رائعين أيضا صغاري الرائعين والمبدعين بإمكانكم إحضار كاميرا الهاتف المحمول أو الأيباد مباشرة هنا على الباركود تنقلني إلى بوابة إسهامات العلماء المسلمين هي بوابة إلكترونية تحليمية تستعرض إسهامات العلماء المسلمين في شتى المجالات العلمية من عام 180 للهجرة إلى عصرنا الحالي وتتضمن البوابة 50 إسهاما في 12 مجالا علميا وتهدف البوابة إلى تعزيز الإبداع لدى الطلاب والتشجيع على الإبتكار وحب الاكتشاف والاختراع وتقدم البوابة المادة العلمية في قالب من التشويق من خلال المقاطع المرئية والألعاب العلمية والأنشطة التطبيقية إذن صغاري بإمكانكم زيارة البوابة عن طريق الباركود هنا إذن وحدتنا بعنوان من علماء المسلمين صغاري الرائعين والمبدعين تعرفنا في درسنا السابق على مكون نعم أحسنتم على مكون أكتبوا حسب المطلوب قمنا بقراءة الجمل كان يوجد لدينا إملاء منسوخ أيضا إملاء منظور وأيضا إملاء اختباري قمنا بكتابة الجمل مضبوطة بالشكل أيضا مع مراعاة أنه يوجد حروف كتبت على السطر وحروف ينزل منها جزء أسفل السطر وأيضا يا صغاري قمنا بوضع علامات الترقيم في مكانها المناسب ثم انتقلنا إلى الإملاء المنظور قمنا بقراءة الجمل مرتان ثم بعد ذلك قمنا بإملائها في دفتر الإملاء اليوم صغاري رائعين والمبدعين بإذن الله سنتعلم التعرف على التركيب اللغوية ماذا سنفعل يا معلمتي؟ أولا صغاري رائعين أريد منكم جزءا صحيحة هيا بنا أحضر كتابي وقلمي أستمع إلى معلمتي بعد ذلك أستخدم الترجي بلعل ثانيا أحول الكلمة الملونة إلى علم صغاري رائعين والمبدعين هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا ننطلق الآن صغاري رائعين رابعا أستخدمه بمحاكات المثال الأول أكمل الفراغ حفظ التاريخ سيرته وجهوده في خدمة الطب لعل أطباء المسلمين يقدرون جهده مرة أخرى حفظ التاريخ سيرته وجهوده في خدمة الطب لعل أطباء المسلمين يقدرون جهده هنا قام باستخدام ماذا؟ أحسنتم قام باستخدام لعل ولعل هي أسلوب ماذا؟ أسلوب يستخدم للرجاء وهو ترقب شيء غير مؤكد حصوله إذن لعل تستخدم لرجاء وهو ترقب شيء غير مؤكد حصوله ننتقل الآن إلى الأمثلة هنا ترك الرازي اختراعات في مجال الطب لعل فراغ ثانيا ابتكر الرازي طريقة المشاهدة لعل فراغ قرر بناء المستشفى في بغداد لعل المطلوب مني هنا صغاري أن أستخدم أسلوب الترجي لعل ثم أكمل الجملة إذن صغاري الآن سأترك لكم دقيقة واحدة للتفكير في الإجابة يبدأ الوقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة إذن صغاري رائعين والمبدعين انتهى الوقت إذن ترك الرازي اختراعات في مجال الطب لعل هي صغاري نعم أحسنتم يا رائعين لعل الأجيال القادمة تستفيد منها أحسنتم إذن ترك الرازي اختراعات في مجال الطب لعل الأجيال القادمة تستفيد منها الآن رقم اثنان ابتكر الرازي طريقة المشاهدة لعل فراغ لعل ماذا أحسنتم يا رائعين أحسنتم ابتكر الرازي طريقة المشاهدة لعل الأطباء يقدمون العلاج المناسب أحسنتم يا رائعين رقم ثلاثة قرر بناء المستشفى في بغداد لعل نعم أحسنتم يا رائعين لعل المكان يكون مناسبا للماضة إذن ترك الرازي اختراعات في مجال الطب لعل الأجيال القادمة تستفيد منها ابتكر الرازي طريقة المشاهدة لعل الأطباء يقدمون العلاج المناسب قرر بناء المستشفى في بغداد لعل المكان يكون مناسبا للمرضى إذن هنا صغاري قام باستخدام ماذا؟ أحسنتم قام باستخدام أسلوب الترجي وهو لعل أحسنتم يا رائعين ولعل تستخدم للرجاء وهو ترقب شيء غير مؤكد حصوله إذن هيا بنا الآن صغاري الرائعين والمبدعين نمسك الأقلام بطريقة صحيحة وننتقل إلى الكتاب المدرسي رقم الصفحة يوجد أمامكم نكتب الإجابة في مكانها المناسب ولا ننسى يا صغاري المبدعين أنه يوجد حروف تكتب على السطر وحروف ينزل منها جزء أسفل السطر هيا صغاري دقيقة للكتابة يبدأ الوقت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا صغاري الرائعين والمبدعين ترك الرازيو اختراعات في مجال الطب لعل الأجيال القادمة تستفيد منها ابتكر الرازيو طريقة المشاهدة لعل الأطباء يقدمون العلاج المناسب قرر بناء المستشفى في بغداد لعل المكان يكون مناسبا للمرضى اذا هنا قامت باستخدام اسلوب الترجي في الجمل نكمل الآن الآن صغاري خامسان احول اولا احول ما بين القوسين الى اعلام واتفقنا يا صغاري ان المقصود بالعلم هو ماذا؟ هو اسم يدل على مسمى اسم يدل على مسمى نقرأ الجملة الآن عاش أمير الأطباء في عاصمة العلوم هنا المطلوب ان اقوم بتحويل ما بين القوسين الى اعلام هنا اين الكلمات التي بين القوسين؟ نعم احسنتم امير الأطباء وايضا عاصمة العلوم احسنتم الآن صغاري اريد منكم تحويل ما بين القوسين الى اعلام صغاري ساترك لكم دقيقة واحدة للتفكير في الجملة يبدأ الوقت اشتركوا في القناة 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 وألف الخوارزمي العديد من الكتب التي ظلت مراجع أصلية في مختلف العلوم لفترات طويلة من الزمن أبرزها كان في علم الجبر وقد وظف علم الجبر في طريقة توزيع الميراث وفي علم الفلك قام الخوارزمي بإنجازات بارزة وفي علم الجغرافية كان للخوارزمي أثار عظيم وله في ذلك العلم الكثير من المؤلفات والأبحاث إذن صغاري ما هو العالم الذي استمعتم إليه في القصة؟ ما اسمه؟ نعم أحسنتم هو الخوارزمي إذن يا صغاري شكرا لكم لاستماعكم لقصتنا إلى هنا صغاري رائعين والمبدعين وصلنا إلى ختام رحلتنا الممتعة صغاري رائعين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وكل شوق بإذن الله لألقاكم في حصص قادمة معلمتكم رناد عبد الرحمن الطايمين ترجمة نانسي قنقر